نعم يعني فعليا الطعون تتعلق بموضوع الإقامة الدائمة وتتعلق أيضا بالاستقالات هل المرشح الذي تقدم للترشح للانتخابات التشرعية تقدم باستقالته أم لا هذا طبعا مدار بحث هناك اتهامات من قبل عدد من الأحزاب وعدد من الفصائل والقوائم التي على وجه التحديد وبعض الأشخاص تتهم مرشحين بأنهم لم يقدموا استقالاتهم بل كانت استقالاتهم عبارة عن استقالات شكلية بعض الطعون تتعلق مثلا فيما الإقامة الذي تتهم بعض الجهات بأن أحد الأشخاص ضمن قائمة المستقبل أو قائمة التيار الإصلاحي متواجد في الخارج منذ 14 عاما وهو الذي يرأس القائمة سمير المشهراوي تقدم به طعن من المقرنة تم بحثه خلال الأيام والساعات القادمة هل ستقرر محكمة الانتخابات قبول هذا الطعن أم لا بعض الطعون الأخرى تتعلق بقضايا لم تحكم فيها المحكمة أي حكم خصوصا بأننا نتحدث عن 231 طعن كانت وصلت إلى لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الانتخابات المركزية كانت بحثت هذه الطعون وردتها جميعها باستثناء واحدة قبلتها وهي تتعلق بمرشحة لقائمة مروان البرغوثي وناصر القدوة وتحمل الجنسية الإسرائيلية وهي فلسطينية من سكان مدينة القدس المحتلة تبضياء كم سيستغرق من وقت فحص هذه الطعون من قبل المحكمة؟ فعليا محكمة الانتخابات أمامها ستة أيام فقط للنظر في كل الطعون المقدمة وبعدها ستصدر قرارا نهائيا غير قابل للفصل أو غير قابل للنقاش أصلا بمعنى أن قرارها هو قرار نهائي ملزم للجميع إذا ما تم قبول أحد الطعون فإن محكمة الانتخابات ستصدر قرارها بمنع ترشع هذا العضو أو ذاك ولكن بطبيعة الحال لربما بعض الطعون هي التي قدمها تتعلق بانتهاء تأمين مركبة لأحد الأشخاص المرشحين وتم حكمه بذلك وأيضا شيك بنكي مرتجع لأحد الأشخاص أيضا المرشحين تم دفعه في المحكمة بمعنى أنها لربما هي قضايا شكلية أكثر منها قضايا جوهرية تتعلق بالقانون والمحكمة ولكن هناك من قال بأن هذه الطعون هي طعون لإثارة البلبلة داخل القوائم والتخريب بين قوسين على هذه القائمة أو تلك لمنعها من الوصول إلى أصوات كثيرة من الناخبين لأسباب متعددة سياسية أبرزها فيما يتعلق بهذه القوائم وهذه الانتخابات ضياء حشية مرسل غد كنت معنا من رمالله شكرا جزيلا لك